السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم معكم محمود مصطفى وقناة جيمار سيفور والنهاردة هنتكلم عن اللعبة الجيدة وهي اللعبة كولتورمس جيد سوفال اللعبة ليها فيديوهات كتير موجودة على القناة بس النهاردة هنشرحها بشكل مختلف وهنشرح الداتا او هنشرح معلومات اكتر عن اللعبة بحيث الناس كلها تعرف اللعبة دي مميزاتها ايه وايه اللي مزير اللعبة الالعاب التانية لعبة كولتورمس طبعاً تم انتجها في سنة 2023 بواصلة شركة ديجيتال مايندسوفت الشركة دي طبعاً هي اول شركة انتجة العاب استراتيجية فيها prendre direct control Direct control ده option موجود في لعبة Ahí man 4 لعبة منو 4 دي اول لعبة انتجتها في شركة ديجيتال مايندسوفت وكانت اللعبة الوحيدة للاستراتيجية اللي فيها frank control Direct control ده option بيخذيك تستخدم المركبات او الجنود في المنظور السلاسي او المنظور الاول او اللي هو الفيرست بيرسون شوت يعني تقدر تنزل تحارب من الجندي نفسه او بالمركبة نفسها في اللعبة ودي طبعا ميزة مش موجودة في علعب استراتيجية كتير وبالطبع طبعا كان الوريس الوحيد او المنتج الوحيد للأوبشن ده كانت ساعتها هي ديجيتال مايند سوفت وطبعا ورصت الأوبشن ده اللعبة كورتو ارمز الفئة الاولى وبعد كده اللعبة كورتو ارمز جيتسوفيل اللي نزلت في الفين تلاتة وعشرين واللي هي احدث حاجة موجودة دلوقتي اللعبة طبعا بتضم مجموعة كبيرة جدا من المودات هتلاقوها موجودة على ستيم لها معاكم النسخة المدفوعة فيها كله مشان لست تتخيلوها سلاحة جديدة جنود جديدة كله في شغالين 24 ساعة بيتوروا في اللعبة دي وبيتوروا في حاكة اللعبة دي فاللعبة في مرحلة والتطوير هي شغالة كويس جدا وغاد دلوقتي ينزل تلاتة كنتينت زيادة اضافة على اللعبة وطبعا الكنتينت اللي بينزل مدفوع موجود على ستيم ازا ما انتم شايفين على الشاشة معروف جدا جنبي ده بالنسبة ليه اللعبة طبعا خلينا نتكلم شوية عن ميزة ال direct control direct control لا تقدر تستخدم جندي او مركبة معينة ان انت تنزل تلعب به زي ما انتم شايفين كده طبعا direct control ده ممكن تستخدمه في ممكن تستخدمه في مود او ممكن تستخدمه في يعني انت لو بتلعب شبكة هتقدر تعمل direct control ممكن تعمله مع بعض جوه لعبة استراتيجية زي كده فاللعبة بتفتح لك مكانات كتير جدا من الجيم بلايه جوه اللعبة طبعا هي اللعبة دي متقسمة لاربع مدات لعب اول مود طبعا اللي هو المهمات معانا في اللعبة اربع فاكشنات اساسيين الفاكشن الاولى هو الاتحاد السوفيتي الفاكشن التاني هو الجيش الالماني الفاكشن التالت اللي معانا هو الجيش الفينلندي الفاكشن الرابع هو الجيش الامريكي وده لسه نازل في سنة 2024 وحاجة رهيبة جدا وفيه كمية تكنولوجيا رهيبة في اللعبة اضافت بالنسبة يعني للناس اللي لعبت اللعبة في الاول قبل اضافة الجيش الامريكي في الوقت يبقى فيه تاك تاكس جديد وفيه اسلاحة جديدة وفيه مودات اجدد فكل ده بيخليك تعيش في اللعبة جميلة جدا ده بالنسبة الاول مود اللي هو المهمات التاني مود عندنا هو طبعا كلنا عارفين الناس اللي بتاعها تلعب علعب استراتيجية عارفة المود ده معناه الناس اللي بتلعبش استراتيجية ببساطة مود ده جيم صغير كده او جيم بسيط لو انت مسلا ايه زهيان داخل تلعب جيم بسيط ما فيش وقت مسلا انك تلعب جيم كبير فعايز تلعب جيم بسيط بتختار جيش تلعب بصوته والجيش بيعاك او جيش بتاعك بس وتقوم داخل ايه الجيم وشكرا الجيم بيتلعب خلاص ده بقى بنستخدمه في ان احنا بنعمل تستل اسلحة تستل فاكشن معين تستل تاكتك معين وهو ده اللي بنستخدم فيه السكرايم شمود ايه تاني عندنا غير السكرايم شمود عندنا المود التالت هو كونكويست مود وده مود مميز جدا 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 وده بيميز لعبة كولتو ارمز جيسف حل ولعبة كولتو ارمز العادية كونكويست مود ده بيديك زي خريطة وان انت بتبدأ تعمل غزو من الخريطة دي وبتبدأ تتحرك بالجيش بتاعك تكسب الجزء في الخريطة فتتطور تاخد نقط تطور بيها الجيش بتاعك لان انت بتبدأ بحاجات بسيطة جدا مثلا انت هي اللعبة بتحاكي حكوبتين الحرب العالمية الاولى والحرب العالمية التانية كونكويست مود بيديك او الريسيرش بوينت الريسيرش بوينت دي بتقدر ان انت من خلال الريسيرش تري ان انت تفتح حاجات جديدة يعني انت مسلا بتبدأ بمعدات من الحرب العالمية الاولى لما تكسب مرة واثنين وثلاثة بتبدأ تاخد فلوس الفلوس دي تقدر تشتري بقى معدات جديدة عشان خاطر تدعم الجيش بتاعك او الفرقة بتاعتك اللي داخل الجيم اللي بعاني الدور وفي نفس الوقت بتفتح بقى بالريسيرش بوينتز تقنيات جديدة اسلحة جديدة تقدر برضو تقوى بيها عشان الانمي او العدوة بتاعك كل دور بيبقى اقوى من الاول ده مود مميز جدا بس للناس اللي بتحب ايه الجيم التطويل بقى اللي هو ان هو فيه تاكت الجامد وهتلاقه برضو فيه جيم بلايه كتير جدا لكون كويست مود عندنا على القناة رابع حاجة عندك كلمات بلاير ده طبعا اهم حاجة دلوقتي بقى دفعي لعبة ان انت تلعب اونلاين او تلعب لان لان طبعا زيما كان اللان ده مسايتر دلوقتي الانلاين هو المسايتر الوحيد انك تلعب اونلاين دي بقيت ميزة جامدة جدا كل واحد مع الكمبيوتر بتاعه في البيت تقدروا دلوقتي انت تفتح وزميلك يفتح وتخشه الجيم واحد على طول لو انتو منزلين مود معين مش اللعبة الاصلية يعني اللعبة متعدلة تقدروا انتو الاتنين تلعبوا برضو المود اونلاين فدي برضو ميزة جامدة جدا تقدروا بقى تلعبوا في الخريط من اول اتنين لعيبة لغاية تمن لعيبة في نفس الخريطة تخيلوا بقى انتو حجم الاستراتيجية وحجم التاكتك وحجم المعركة يكون عامل ازاي اللي تمن لعيبة بتمن جيوش مختلفة بنزلين طحن في بعض فدي اصلا ميزة جامدة جدا موجودة في اللعبة دي دي كده بشكل عام كانت البيانات الاساسية او اللي هي الحاجات اللي هي اتفتح الدماغ كده ان انت تعرف ايه هي لعبة جيتسوفيل قلتوا ارمس جيتسوفيل اللعبة مميزة جدا انا انصحكم ان انتم تجربوها واللي حابب يشوف فيديوهات عن اللعبة اكتر يريد تكتب لها في الكومنتات ولو حابين تشوفوا فيديوهات محمولة اصلا للعبة قبل كده وفيها تقنيات والاسلحة بتاعتنا انتم تشوفوا برضو الاسلحة اللي احنا استخدمناها في اللعبة هتلاوها برضو موجودة في تحت الفيديو هتمنى تكونوا في الحلقة عاجبتكم ولو انتم عايزين اي بيانات عن اي لعبة تانية قدام ان شاء الله يريد تكتبونا في الكومنتات اسم اللعبة وتمنى تكون الفيديو عاجبكم وتنسوش تشير واللاك في السبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته